تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا ينطلق سباق كأس جلالة الملك المفدى للقدرة للعموم والناشئين لمسافة 120 كيلو مترا برعاية مجموعة جي اف اتش المالية وذلك بقرية البحرين الدولية للقدرة وسط مشاركة نخبة من فرسان مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة وسينطلق السباق الذي سيشارك فيه نخبة من فرسان الفريق الملكي والاستبلات المحلية وفرسان دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في الساعة السابعة صباحا وكان الفحص البيطري للسباق قد اجري وسط اجراءات منظمة من قبل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وولي عهد دبي اسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ورئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة اسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة وقد قاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجاله جولة تدريبية لمسافة ثلاث كيلو مترات في إطار النشاطات والفعاليات المختلفة لكأس جلالة الملك وشهد سموه الفحص البيطري والتقى بعدد من الفرسان وحثهم على تحقيق النتائج المتميزة في السباق والضفر بالمراكز الأول في سباق كأس جلالة الملك للقدرة معتبرا أن مراحل السباق فرصة حقيقية أمام فرسان الفريق الملكي وفرسان الاستبلات المحلية لتأكيد تطورهم وقوة منافستهم في هذا الموسم وقد تم تجهيز المنطقة الخاصة بالفعاليات المصاحبة حيث ضمت عدد من الفعاليات الترفيهية وركوب الخيل الترفيهي للأطفال والناشئين ومسابقة رعاة البقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة